اشتركوا في القناة المعويقات اللي عندنا هنا كجالية عربية هنا في إسبانيا وشنو كتنصح أساتي ذات اللغة العربية وكذلك أساتي ذات الدرسات الإسلامية أولا الحمد لله رب العالمين تسجيل الجمعيات الإسلامية أدى واجب جيد من 1992 لإعطاء الحقوق للأقلية المسلمة التي غالبيتها هي الأقلية من المملكة المغربية الحبيبة وبالتالي من ضمن هذه النقاط تدريس التربية الإسلامية في المدارس العمومية الابتدائية والثانوية نحن في ألمرية عندنا تقريبا عشر مدرسين بينما نحن بحاجة إلى أكثر من أربعين أو خمسين مدرس ليغطوا التغطية الكاملة لاحتياجات الطلاب لدينا من المشاكل التي نعانيها أولا أن كثير من المدارس لا توافق على استقبال مدرس للتربية الإسلامية ومنها أيضا جهل المسلمين عموما بما هي واجباتهم تجاه أبنائهم في شهر ثلاثة أن يقدم الطلب من أجل إضافة التربية الإسلامية في مادة الطلبات التي تقدم للمدرسة ثالثا وهو الأصعب أنه يعني اتفاق التعاون بين الدولة الإسوانية وكوميسيون إسلامية أو المفوضية الإسلامية لازال حتى اللحظة يعني محاصر ولا يتم تطبيقه تجدي مثلا أنه 90% من مدرسي التربية الإسلامية في إسبانيا هم في المدارس الابتدائية وأربعة أو خمسة في المئة فقط في الثانوية لازلنا لا نستطيع أن ندخل جدار المدارس الثانوية والذين هم بحاجة إلى تعليم دينهم وتفهيمهم من التطرف ومن الغلو ومن الانحراف أكثر من طالب الابتدائية أو تلميذ الابتدائية نحن نشكر جميع الفيدراليات والمفوضية على جهودها لكننا نرى لتطبيق هذا الأمر تباك لعليك سيدي مهنة بالنسبة لك شنو النصائح لسعاد الأباء باش يمكنهم يستخدوا من تدريس اللغة العربية هنايا وكذلك تعاليم الدين الإسلامي يعني أنا أتكلم حتى بالدارجة المغربية أقول مشكلة الأباء والأم أتي اليوم أنهم لازالوا مقتنعين أن مشكلة تربية أبنائهم ماشي ديالهم هي ديال الجامع أو ديال المدرسة وهم ما كيغسلوا يديهم وصافي وما كينه كين مشكلة لا المطلوب من الأب والأم أن يعلم أن المسؤول الأول عن تعليم أبنائه هي هذه الأسرة الأب والأم والدولة الإسبانية تعطي الحق للأسرة الأب والأم أن يطالبوا بأن أبنائهم يتعلموا التربية الإسلامية في المدارس ثانيا الحمد لله هناك اتفاق تعاون آخر ما بين الدولة الإسبانية والدولة المملكة المغربية لتعليم اللغة العربية والثقافة الوطنية المغربية وهو يعلو جهدا نحن بحاجة أن يتطور ويزيد عدد الطلاء المدرسين لكي نغطي جانب لأن ما ندرسه نحن في المدارس ندرس التربية الإسلامية للأسف والمنهج معظمها بالإسبانية وبالتالي طلبنا بحاجة أن يتقنوا اللغة العربية لغة الأم ولغة القرآن الكريم أكيد سيدي أولاً كنشكرك على هذا اللقاء عرفنا بإنا لغة ديق وكنشكرك على المجهودات الليالك كذلك بالنسبة لك كجالية مغربية وكذلك بالنسبة مع الأحياء وكذلك مع الأموات شنو الله يجزك بيخر شكراً جزيلاً لك حناك جائلي هنا عارفين بإنا عندك واحد طور كبير شنو هو الخاصة لكين هناك كتحسو بي أنتوما كذلك كجمعيات هنا بالنسبة كذلك بالنسبة مع الأحياء وكذلك مع الأموات هو عموماً أي مشكلة جالية تتعلق فيه كثير من الأمور الجانب الأول مشكلة التعليمي والتربوي جانب آخر مشكلة انتماء الطلاب إلى وطنهم الأم يعني أنا أضرب لك مثال يوم مباراة المغرب مع كرواتيا أنا كان عندي طلاب للقسم الثاني فقط طلاب صغار أنا كنت أتمنى أحذر المباراة فوجئت أن الطلاب مع أرواعهم أستاذ إحنا بغينا أن نتفرج على المباراة حطيت الكمبيوتر وحطيت شبكته بالتلفازة تفرجنا على الشوط الأول من المباراة حب الوطن والانتماء إلى الوطن مهما كان يعني الإنسان ضروري جداً كذلك نحن بحاجة إلى تعاون وثيق ما بين دولنا الأم وأقصد بالذات مملكة المغربية مع الجمعيات الإسلامية من جهة الجمعيات الثقافية من جهة لتطوير الدعم والتعاون في شتى المجالات إن شاء الله شكراً لك أستاذ مهنة وإن شاء الله معنا لقاءات كثيرة إن شاء الله قريب وشكراً لك على المجهوداتك الكثيرة بالنسبة لك الجالية المغربية والجالية المسلمة عموماً كذلك هنا مشاهدي قناة فاستة في آن شكراً لكم ولقاء إن شاء الله نشوفكم جديد مع ضيف جديد سلام الله عليكم وما تنسوش تديرو أبونيو قناة فاستة في آن وتفعيلو الجرس بشيكو بجديد